بكم الحديثنا عن غزوة بدر ونأتي الآن عن استخارة رسول لأصحابه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم مضى بالركب وكانت هناك مواقف عدة قبيل أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى بدر عند بئر الروحاء وهي بئر موجودة إلى اليوم في طريق المدينة إلى بدر على الطريق القديم رد أبا لبابه كما بينا حتى يكون واليا على المدينة ورد بعض الصحابة الذين تعرضوا لكسر إثنان من الصحابة تعرض كل واحد منهما لكسر في ساقه فرجع عنها ثم إنه صلى الله عليه وسلم نظر في الجيش وكان قد التحق بالجيش بعض صغار الصحابة رغبة في الأجر فردهم لصغر سنهم رد رافع بن خديج ورد عبد الله بن عمر ورد أسامة بن زيد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان فيهم عمير بن أبي وقاص أخو سعد وعمير هذا كان في السادسة عشر من عمره وكان يتخفى يتوارى فسأله أخوه سعد ما بالك يا أخي قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردني فرده فلما رده بكى فلما بكى قبله صلى الله عليه وسلم واستشهد في المعرك رضوان الله تعالى عليه ضهج ما نبيه في الجنة فهذا الصحابي الجليل على صغر سنه كان أخوه سعد يربط له حماء إلى سيفه يعني صغير تسقط حمائل السيف لأن الطول له دور في بقاء حمائل السيف هذه مرحلة حتى أتى صلى الله عليه وسلم واد يقال له وادي ذفران بكسري أبذل فهناك استشار النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقلنا إنهم خرجوا في غالب الظن الصحابة غالب الظن كانوا يظنون أنهم سيلقون الحرس الذين يحمون القافلة لم يكن يدر بخلدهم أنه سيلقى قريشا والأمر يختلف والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون على بينة من أمره فتكلم الناس تكلم أبو بكر فأحسن وتكلم عمر فأحسن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشير علي أيها الناس فقام المقداد بن الأسود ويقال له المقداد بن عمر وهو أصح لأن الأسود كان يعني رجل تبناه في الجاهلية ثم أنزل الله أدعوهم لآبائهم فأصبح اسمه المقداد بن عمر فهذا الرجل المقداد بن عمر هو كان الفارس الوحيد في المعركة يعني بعض الناس يقول الزبير بعضهم يقول المقداد بعضهم يقول كانوا فارسان فارسين أي أن كان ثبوت المقداد كان فارسا هو الوحيد يقال في إحدى الروايات على أنه كان على فرس فقال يا رسول الله إن لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون وقال كلاما عظيما الكلام الحسن يظهر على وجه سامعه فصر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بقول المقداد حتى قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه وأرضاه كان يتمنى لو أنني عبد الله بن سعود يقول تمنيت لو أنا الذي قلت هذا الكلام أنا أتكلم الآن بالمعنى ثم قال عليه الصلاة والسلام أشير علي أيها الناس فقام سعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله الآن سكوت سعد في الأول ليس بلادة فهم حاشاء ولكن أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما قال نعم قال يا رسول الله إننا لصبر في اللقاء صدق في الحرب وقال إننا عاهدناك وأعطيناك الموثيق وإننا معك وباقينا على الإيمان ولم يتغير منا شيء فقال كلاما هذا فحواه حتى يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم فصر عليه الصلاة والسلام وقال أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ومضى صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى يدنو من ماء بدر ترجمة نانسي قنقر